السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفة اليوم وصفة رائعة جدا مجربة وناجحة مئة بالمئة ونتائجها سريعة جدا في التخلص من الكرش والجوانب ومن تجربتي الشخصية فتجربتي مع هذه الوصفة أنني عانيت كثيرا مثلكم من ترهولات الكرش والكرش البارزة والكبيرة بعد الولادة يعني بعد ولادتي الثانية لكن عندما بدأت باستخدام هذه الوصفة الكرش اختفت تماما من الأسبوع الأول من استخدامها والله يا بنا تصدقوني أن هذه الوصفة تشد الجسم وتزيل الترهولات والكرش والأرضاف ويصبحون روعة وبعد أسبوع من الاستخدام سيصبح جسمكم جسم ولا في الخيال فما عليكم أحبائي فقط متابعة الوصفة معي للآخر لكي تروا معي طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة استخدامها لكي تنجح معكم الوصفة وتعطيكم أحسن النتائج وقبل أن أمر أحبائي إلى مكوناتات الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم أحبائي دعني باللايك إذا أعجبكم الفيديو لتشجيع المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله والآن نمر إلى مكونات هذه الوصفة وسنحتاج كما تلاحظون معي إلى حبوب الرمان وبما أن الرمان متوفر بكترة في هذا الوقت فلما لا نستغله في حرق وإدابة دهون البطن فالرمان له قدرة عجيبة جدا على تنظيم الوزن والتحكم بالسماء وكذلك حرق الدهون الزائدة والعنيدة بالبطن سنحتاج كذلك إلى نصف ليمونة وسنحتاج كذلك إلى حزمة من أوراق النعناع الأخضر والطازج إذا لم يتوفر لديكم النعناع الأخضر والطازج يمكنكم تعويضه بالنعناع المجفف على حسب المتوفر لديكم في البيت فكما تلاحظون كلها مكونات سهلة وبسيطة جدا جدا ومتوفرة في أغلب الولود والأهم أنها فعالة جدا في حرق وإدابة الدهون العنيدة خصوصا دهون البطن والآن نمر إلى طريقة التحضير أول شيء سنحتاج كما قلت لكم إلى حزمة من أوراق النعناع سنقوم بغسلها جيدا من الأطرباء العالقة بها وبعد ذلك سنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة سنحتاج كذلك إلى نصف ليمونة كذلك سنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة بقشرها فبالنسبة للليمون يمكنكم إذا كنتم لا تحبون قشر الليمون فيمكنكم إزالته فبالنسبة لأنا سأستعمل كذلك قشر الليمون سأقوم بتقطيع نصف ليمونة بقشرها نقوم بغسلها جيدا وبعد ذلك نقوم بتقطيعها كذلك إلى قطع صغيرة كما تلاحظون بعدما قمت بتقطيع النعناع أوراق النعناع والآن سأقوم بتقطيع نصف ليمونة فبالنسبة لهذه الكمية التي سأحضر معكم هي كمية تقريبا لمدة يعني أربع أيام أنتم يمكنكم يعني تحضير كمية كبيرة من مضاعفة جميع المكونات أو تحضير كمية قليلة بتقليل المكونات فهذا يبقى اختياري بالنسبة لكم بعدما قمت بتقطيع الليمون مع أوراق النعناع كما تلاحظون قمت بتقطيع الليمون إلى قطع مربعة صغيرة وكذلك قمت بتقطيع أوراق النعناع والآن نمر إلى طريقة التحضير سنحتاج أولا إلى خلاط كهربائي أو طحان كهربائي وسنقوم بوضع المكونات فيه كما تلاحظون سأحضر خلاط كهربائي وسأضع فيه أولا سأضع فيه تقريبا ملعقتين كبيرتين من حبوب الرمان كما تلاحظون بعد ذلك سنضيف كذلك أوراق النعناع المقطعة بهذا الشكل وسنضيف كذلك الليمون المقطع يعني نصف الليمونة مقطعة إلى قطع صغيرة وبعد ذلك سأضيف الماء سأضيف تقريبا نصف لتر من الماء وسأقوم بطحن المكونات جيدا حتى نحصل على عصير لأن الليمون سنقوم بطحنه جيدا يعني سنقوم بطحنه بقشوره لذلك من المهم جدا أن تقوم بطحن جميع المكونات جيدا حتى الحصول على عصير يعني عصير رائع جدا عصير لذيذ جدا مضاقه رائع جدا فمضاق الليمون ومضاق يعني مع الرمان وكذلك مع النعناع يعني مضاق جميل جدا جدا كما تلاحظون بعدما قمت بطحن جميع المكونات حصلت على عصير بهذا الشكل بعد ذلك سأحضر مصفات أو فيلتر وسأقوم بتصفية هذا العصير لإزالة يعني البقايا للاحتفاظ فقط بالعصير فالمميز في هذه الوصفة أنها وصفة رائع جدا ومضاقها جميل جدا وعند تجربتكم لها لن ساستغنوا عنها أبدا ومضاقها سيشجعكم على الاستمرار عليها كما تلاحظون بعدما طحنت يعني جميع المكونات والآن سأحضر مصفات وسأقوم بتصفية هذا العصير لإزالة البقايا بقايا قشور الليمون وكذلك بقايا كذلك حبوب الرمان سأقوم بتصفيتها جيدا والضغط جيدا على البقايا لاستخراج العصير منها وبعد ذلك يمكنكم الاحتفاظ بهذا العصير يعني في قارورة زجاجية أو علبة زجاجية واحتفظوا به في التلاجة فهذه الكمية التي حضرت معكم هي كمية تقريبا لمدة من 3 إلى 4 أيام يعني يمكنكم الاحتفاظ بها في التلاجة يعني فهي تبقى صالحة حتى لمدة أسبوع في التلاجة كما تلاحظون سأحتفظ بها في قارورة زجاجي وهذا مهم جدا جدا تفادوا أن تضعوا هذا العصير في قارورة بلاستيكية احتفظوا به في قارورة بلاستيكية لكي يحتفظ بفوائده واحتفظوا به في التلاجة يعني وصفة رائعة جدا مجربة كما قلت لكم مني شخصيا وأنصحكم أن تجربوها أنتم كذلك لكي تحصلوا يعني على الوزن المثالي والجسم المشوق يعني والمشدود بدون ترهلات وبدون زوائد في الجسم كما تلاحظون سأضعه في علبة زجاجية أو قنينة زجاجية وبالنسبة لطريقة أخذ هذا المشروب فهي سهلة جدا جدا ستأخذون يعني كوبين في اليوم من هذا المشروب تأخذون الكوب الأول يعني بعد وجبة الإفطار وكذلك الكوب الثاني قبل ذهابكم إلى النوم يعني مرتين في اليوم من هذا العصير تشربون كوبين في اليوم كوب صغير فقط كوب شيء تأخذون كوبين فقط ويمكنكم يعني إضافة ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل لهذا العصير يعني عند الشرب يمكنكم إضافة فقط القليل من الزنجبيل ربع ملعقة فقط من بودرة الزنجبيل أو يمكنكم إذا كان متوفر لديكم من الأحسن إن أضافتم يعني الزنجبيل الطري يمكنكم طحنه مع باقي المكونات للحصول على نتائج سريعة طبعا إذا لم يتوفر لديكم يعني الزنجبيل الطري يمكنكم إضافة ربع ملعقة فقط من بودرة الزنجبيل لهذا المشروب يعني عند الشرب قموا بإضافة القليل فقط وقموا بتحريكه جيدا وشربه كما قلت لكم مرتين في اليوم بنفس الطريقة واستمروا عليه بنفس الطريقة حتى تحصلوا على النتائج المرادة وطبعا النتائج كما قلت لكم ستحصلون عليها من أول أسبوع ستحصلون على جسم رشيق ومشدود بدون تراهولات وبدون كرش وزوائد فأتي الوصفة كما قلت لكم مجربة مني شخصيا تعطي نتائج رائعة جدا خصوصا إذا كنتم تعانون من الكرش البارزة والكبيرة وكذلك إذا كنتم تعانون من تراهولات الكرش فأتي الوصفة تشت تراهولات الجسم والكرش والتي تكون بسبب الولادة الطبيعية أو القيصرية هذا المشروب ليس له أي أطار جانبية أبدا ويمكن للحامل شربه وكذلك يمكن للمرضى شربه وأيضا يمكن لمرضى السكري ومرضى الضغط شربه فليس له أي أطار جانبية أبدا وهو مجرب يعني وصفة مجربة وناجحة 100% وتعطي نتائج رائعة جدا من الأسبوع الأول من استخدامها فحبوب الرمانة رائعة جدا لوحدها لها مفعول قوي جدا جدا في حرق وإدابة دهوم البطن وطبعا إذا أضفتم لها المكونات الأخرى يعني النعناع مع الزنجبيل مع الليمون فأكيد ستحصلون على مفعول مضعف وصفة رائعة جدا ويمكننا أن نقول أن هذه الوصفة عدو للدهون العنيدة خصوصا الدهون المتراكمة في البطن والجوانب وأيضا هذه الوصفة ستخلصكم كذلك من الماء المخزن بالجسم والذي يكون السبب في زيادة الوزن يعني وصفة رائعة جدا تحتوي على طاقة غالية جدا في حرق السعرات الحرارية وطبعا خلط هذه المكونات مع بعض سيسرع من حرق الدهون بجسمكم وسيخلصكم من الكرش نهائيا وللأبد هذا المشروب أيضا فهو رائع جدا لعلاج كل مشاكل الجهاز الهضمي كالانتفاخ والغازات لأنه غني بالألياف الطبيعية وهذا أيضا سيساعدكم كثيرا على علاج الإمساك المزمن وسيدفع جسمكم للتخلص من السموم المتراكمة به وأيضا فهو ينظم عملية الهضم وهذا سيساعدكم كثيرا كثيرا في نزول الوزن بشكل سريع جدا خصوصا الدهون بالبطن كما قلت لكم هذا المشروب استمروا عليه مرتين في اليوم وإن شاء الله سيعطيكم نتائج رائعة ألقاكم أحبائي في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة